للمزيد ينضم إلينا من نيويورك نور الدين الحموري خبير استراتيجي لأسواق المال دكتور نور الدين أهلاً وسهلاً بك ما الذي تمثله هذه الخطوة بالفعل وهل قد تصبح الولايات المتحدة متخلفة عن سداد بعض ديونها أصبحت موضوع سقف الدين بشكل عام هي نوع من الدراما التي نشدها في عام أو في كل عامين تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد التزاماتها حتى لو حصل لا يعني بالنهاية هو كارثة حصلت قبل ذلك أكثر من مرة آخرهم كانت في فترة أيضاً الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإيضاً كذلك الأمر حصلت في فترة قصيرة جداً في فترة الرئيس ترامب كان لدينا إغلاق للحكومة الفدرالية لبضعة أيام ومن ثم اضطر كل من الجمهوريين والديمقراط العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق الموضوع غير مرهون فقط في موضوع أنه رفع سقف الدين أم لا لأنه لا يوجد هناك على الأقل في الوقت الحالي أي حل سوى أن يتم رفع سقف الدين لكن حتى لو تم رفع سقف الدين يبقى هناك مخاطر مهمة جداً والخطر الرئيسي خلال المرحلة المقبلة وخلال الأسبوع القادمة هي تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الإتماني والذي تم تخفيضه في من بعض وكالات التصنيف الإتماني وذلك في خلال عام 2011 بينما لازل لدينا كل من بقية الوكالات على ما يبدو أننا سنسمع خلال أيام القليلة المقبلة حتى فيما لو تم رفع سقف الدين سيبقى التصنيف الإتماني للولايات المتحدة الأمريكية تحت الضغط وتحت الخطر أو مخاطر أن يتم تخفيضه لكن هذا بالنهاية لا يعني أنه هناك لدينا أزمة مالية أو سيكون لدينا نوع من الانهيارات في الأسواق لأن الأسواق أصبحت تستوعب أو استوعبت هذا الأمر خلال الفترة الماضية وأنه هي مرحلة قصيرة تشهدها الأسواق لتعود مرة أخرى إلى طبيعتها لكن أين يكمن أصل المشكلة دكتور نور الدين الذي على أساسه يمكن أن تحدث هذه المشكلة بشكل متتال على الأقل حتى لو كانت قد استبغت بالدراما كما تقول حضرتك المشكلة تأكمن في تكوين الولايات المتحدة الأمريكية ذات نفسها بمجرد ما تم أيضا فك الارتباط ما بين الدولار والذهب وبدأت الحكومة الأمريكية بأن تطبع الأموال وهذا الشيء مستمر منذ ذلك الحين حتى الآن بدليل أيضا أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي غير قادر على تخفيض ميزانيته في كل مرة نشهد عمليات لتيسير الكمي نهاية التيسير الكمي يجب على الفدرالي أن يقوم بتخفيض الميزانية أو إعادة بيع السندات التي قام بشراءها في السابق لكن في كل مرة يقوم في ذلك نعود مرة أخرى إلى مرحلة الركود من جهة لأنه سيكون لدينا نوع من الشح في السيولة بشكل كبير جدا لذلك موضوع فك الارتباط ما بين الدولار والذهب هذه أحد الأمور الرئيسية موضوع أيضا بتأكيد موضوع الكابتاليزم والتي هي الرأس مالية تلعب دور أيضا بشكل كبير لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أو تنفق على العالم ليس فقط تنفق في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في أوقات الحرب التي نشدها حاليا الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة قامت بأكثر من حوالي تقريبا إن لم أكن مخطئ حوالي ربع تريليون دولار تم إرسالها إلى أوكرانيا بينما كل برنامج اللي هو الانفرستركتر أو برنامج البنية التحتية الذي كان قد بدأ الحديث عنه في عام 2000 تم أخيرا تمريره بحوالي 48 مليار دولار فقط بينما الولايات المتحدة دفعت لأوكرانيا أكثر من ربع تريليون دولار لكي تدعم موضوع الحرب فلو تم في الولايات المتحدة الأمريكية نوعا ما التركيز على الداخل أكثر من التركيز على الخارج كان سيكون هناك الوضع مختلف كليا نسمع كثيرا مسألة التركيز على الداخل تركيز على الداخل أكثر من ماذا؟ مصانع الولايات المتحدة تعمل بقدر كبير واحدة من بين أكبر مصانع الدنيا الولايات المتحدة بمجملها تقريبا على مستوى أسواق النفط الصخري وغير الصخري الولايات المتحدة من كبار المنتجين مصانع السلاح وتوريد السلاح واحدة من أكبر المنتجين كذلك على مستوى الاستثمارات الخارجية يعني اهتمام بالداخل أكثر من ماذا؟ اهتمام بالداخل لما نيجي نقول أنه اليوم منذ عام 2000 كم تم الحديث عن 50 مليار للبنية التحتية في عام 2023 يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بيقديش بحوالي 50 مليار بينما دفعت لأوكرانيا نصف أو ربعة تريليون الربعة تريليون لوحدها عندما تقوم الربعة تريليون بتشغيلها في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها عائد أكبر من الحرب ذات نفسها أما أن يكون أن تضع أو تقوم دولة لكن هو الجزء كبير أو الجزء الأخرى من هذه الأموال دكتور نوردين لم يقدم كدولارات أو أوراق مباشرة بغض النظر هذه أسلحة قدمت قيمتها توازي الرقم الذي تحدث حتى لو أن كانت سلاح بالنهاية هذا السلاح ألم يتم دفعه من قبل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية نعم أم لا نعم من الذي يكون بدفع بالنهاية كل ما يتم لأوكرانيا حاليا هو دافعي الضرائب وأيضا دافعي الضرائب خلال المرحلة الحالية يقولون بأنه بالنهاية نحن نقوم بالصرف على حرب أوكرانية ليس لنا أي نوع من العائد منها هذه من جهة الشيء الآخر بموضوع الضرائب واستمرارية أيضا القطاع الصحي الذي لازال أيضا يعاني بالتأكيد في الولايات المتحدة الأمريكية الجميع يعلم مدى تكلفة القطاع الصحي على مستوى العالم يعني إن كانت حتى الدول الفقيرة بما فيها على سبيل المثال الأردن القطاع الصحي يعتبر أفضل بكثير من ناحية التكلفة نتحدث من الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى يعني الإنسولين على الأقل وتكلفته لذلك التركيز على الداخل من ناحية موضوع من ناحية على الأقل القطاع الصحي التعليم والبنية التحتية سيكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا أخذ ردك أشارت إلى أن رفع سقف الدين لن يكون هو الحل قد يشكل معبرا ربما أو جسرا لإنهاء هذه الأزمة بشكل مؤقت ما هو الحل الذي يمكن من خلاله أن تتجاوز الولايات المتحدة الأزمات المرتبطة بتخلف عن السداد العودة إلى موضوع الجولد ستاندرد وهو العودة إلى موضوع ارتباط أو ربط الدولار بيده ذهب من جهة هذه على الأقل الشيء الثاني أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية موضوع أن تكون شرطي العالم وأن تقوم بالصرف على دول العالم كله بحجة الأمن القوي على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية أما موضوع سقف الدين تخفيض العجزة الذي نشهده حاليا لن يكون تخفيض بشكل كبير جدا أو يكون لدينا نوع من انخفاض في الديون لو كان هناك في انخفاض في الديون على مدار أكثر من عشر رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية في كل رئيسياتي يتحدث عن تخفيض الدين لكن حتى هذه اللحظة لم نشهد أي انخفاض في الدين الأمريكية على مدار عقود لذلك السياسات التي يتم اتباعها على مدار التاريخ وهناك نوع من القانون أن تقوم بنفس السياسة على مدار طويل وأن لا تشهد نتائج هذا يعتبر نوع من الإنسانتي أو نوع من الجنون أن تقوم بنفس السياسات على مدى طويل لكن تتوقع نتائج أخرى شكرا جزيلا لك من نيويورك نوردين الحموري خبير أسواق المال أشكرك شكرا جزيلا أن كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك